دايما لما بتيجي سيرة المرض النفسي الاكتئاب تحديدا على السوشيال ميديا هتلاقي واحد من المعلقين بيكتب كومنت بما معناه قرب من ربنا وصلي وقرأ قرآن وان شاء الله أمورك هتتزبط وبمجرب ما بيكتب الكومنت ده بتنهال عليه الهجمات من المعلقين وأنواع التهزيق وكأنه ارتكب جريمة يا جاهل يا متخلف المرض النفسي زي العضوي محتاج لدكتور إلى آخرة الفيديو ده عايزين نتكلم عن الفكرة دي ونشوف هل الكلام ده فعلا جاهل أولا تعالوا نتكلم من منظور علمي بحث بعيدا عن الإيمانيات أو الغيبيات اللي ممكن كتير ما يكونش متفق عليها تعالوا نقارن بين اتنين من الناس المكتئبين واحد مش مؤمن أو مؤمن لكن بعيدا عن ربنا وواحد تاني مؤمن وقلبه عامر بالإيمان وزي ما قلنا الاتنين تعرضوا للاكتئاب يا ترى هل الاتنين بيبقى حالهم زي بعض؟ هل اللي بيسجد لإله وبيشتكيله مومه أول بول وهو مقتنع إن الإله ده قادر على حل كل مشاكله نفسيا زي وزي التاني اللي ما عندوش الأوبشن ده واللي لما بيشتكي بيشتكي همومه للناس المحدودين القدرة زيه؟ طيب هل اللي عارف إن كل حاجة بتقلمه هياخد عليها أجر كبير بعدين؟ بل إن أجره ده هيكون بدون حساب زي اللي ما يعرفش كده وشاف إن تعبه ملوش سبب وملوش نتيجة؟ هل اللي عارف إن الدنيا كلها فترة مؤقتة وهتعدي؟ زي وزي اللي محبوس في لا نهائية المعاناة؟ هل اللي بيهرب من اكتئابه بالملذات المؤقتة زي الخمور والمخدرات والجنس وفي كل مرة بيحتاج يزود جرعتها لحد ما بيتدمره؟ زيه زي اللي بيواجه ألامه بدون ما يهرب منها لإن الحاجات دي ممنوعة في معتقداته؟ هل اللي بياخد بريك خمس مرات في اليوم من الحياة ويقف بخشوع قدام ربنا ويخشع بجسمه وقلبه وبهدوء عقله؟ زيه زي الشخص المحروم من النعمة دي؟ طيب لو جبت عيينة عشوائية من المكتئبين اللي عندهم أفكار انتحارية وسألتهم انتوا ليه ما بتنتحروش؟ هيقولولك إيه؟ الغالبية العظمة منهم هتقولك عشان خايفين من ربنا يعني الإيمان كان وقاية ليهم من الانتحار تفتكروا بعض الفروق دي هل فعلا مفيش علاقة بين الإيمان والاكتئاب؟ طبعا لا لكن هل ده معناه أن الإيمان يغني عن العلاج النفسي؟ برضو لا كلنا معرضين الاكتئاب سواء مؤمنين أو مش مؤمنين متدينين أو مش متدينين صحيح إن الإيمان عامل مهم جدا بل إن في ناس قوة إيمانها بتشفي حتى الأمراض العضوية مش النفسية بس والعلم أثبت لنا الارتباط الوثيق بين الجانب العضوي والنفسي في جسم الإنسان وتأثير الحالة النفسية على المناعة وصحة الجسم بشكل عام الكلام ده عن أي إيمان فما بالك لو أنت مسلم لو أنت مقتنع بدينك ومسدق نبيك صلى الله عليه وسلم هتعرف أن في مئات التوجيهات القرآنية والنبوية من أذكار وأدعية بتفرج الهم وبتستجلب المدد من ربنا وبتذهب الكربات يعني ربنا بيقولك اطلب مني شفاء وأنا هشفيك ونيجي بعد كده نقول الإيمان ملوش دخل الإنسان المؤمن لما بيتصاب بالاكتئاب زي وزي أي ابتلاء أو مرض أو مصيبة بيكون إما أنه اختبار من ربنا لثبات وإيمان الشخص أو عقوبة وتطهير له من زنب معين عمله أو رفع لدرجته عند ربنا زي ما الأنبياء والصالحين بيتعرضوا لمحن عشان ترفع درجته في الثلاث حالات الحاجات دي في عالم الغيب اللي ما نعرفوش لكن آثارها بنشوفه في عالم الشهادة اللي هو العالم المادي اللي هو المرض النفسي اللي هو بيكون بسبب خلل عضوي أو كيميائي في المخ وعلاجه بيكون بالعلاج السلوكي أو الدوائي طيب هل من المنطقي نعالج الأسباب اللي في عالم الشهادة ونتجاهل المسببات اللي في عالم الغيب لو أنت فعلا مؤمن بالغيب فأنت عارف أن الصبر والتوبة والشكر هي من تمام إيمانك بالغيب وعلاجك بالطب والأدوية هي من تمام أخذك بأسباب الشفاء في عالم الشهادة مفيش حاجة من الحاجتين بتنفي الأخرى أو تتعرض معها والحاجتين بيكونوا من باب الأخذ بالأسباب الإيمان بالله بيكون درع قوي للمؤمن ضد الاكتئاب ولو لقدر الله أصيب به بسبب أسباب راسية أو ظروف محيطة الإيمان بيكون أقوى داعم للصبر والعلاج من الاكتئاب وحماية للمكتئب من العواقب الوخيمة زي الانتحار وده لا يغني عن الطبيب أو المعالج النفسي والعلاج الدوائي وإلا هنكون تواكلنا على الله بدل من أن نتوكل عليه وتركنا الأخذ بالأسباب خلاصة الكلام هل المرض النفسي ملوش علاقة بالإيمان؟ لا طيب هل الإيمان كافي لعلاج المرض النفسي؟ برضو لا قبل ما نخلص الفيديو خلينا أقول حاجة مهمة لما بتتعرض لأيم إحنا وتقرب من ربنا وتطلب منه الدعم هتلاقي الشيطان يجيلك ويقولك آه يا منافق يعني هتروح لربنا بس عشان مزنوق والاكتئاب تعبك أنا عايزك ترد عليه وتقول له أيوة أنا مقصر وراجع لربنا عشان محتاج مساعدته لإني مليش غيره لا أخذي كمان أنا هطلب منه يعني على التوبة وترك الزنوب واطلع أنت منها على فكرة الرجوع لربنا بسبب أن نمسك الضر ده من أعظم معاني الوحدانية والإيمان النبي أيوب عليه السلام دايما بيقول رب إني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين وربنا اللي خلقك وعارف ضعفك هيفرح برجوعك فرح عظيم مهما حاول الشيطان يصور لك غير كده أشوفكم الفيديو الجاي لو عايز تعرف ليه ربنا مش بيستجيب الدعاء اتفرج على الفيديو ده